بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني واخواتي العزاء أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه كما ترون إخواني وأخواتي خلف هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر وهو سيكون من أكبر المساجد وفيه صالتين كبار للصلاة في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة هذا قسم النساء المصلى الرئيسي للنساء ساحته حوالي 2000 قدم مربع لذلك نتوقع أن يسع أكثر من 700 مصلية في هذه القاعة نحن الآن في القاعة الثانية للنساء في هذه الغرفة المخصصة لدروس النساء هذه القاعة الكبيرة وهي حوالي 1300 قدم مربع دروس وغيرها من النشاطات التي يريدون أن يفعلوها في هذا المسجد وأيضاً قد تكون أيضاً مصلة إضافة إلى 400 مصلية غرفة مخصصة للأطفال الصغار وسنملؤها بالألعاب التي تشتيها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد هذه قسم الحمامات الرجال والنساء سيكون مخصومة بالنصف وهو خارج المبنى خارج المسجد أخواني وخواتي رقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا على الطابق الثاني وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي المؤهلة لهم للجلوس والتشاور وما يحتاجهم من النشاطات وخالفي هنا المدخل الرئيسي للمصلى الرئيسي للرجال هذه القاعة الأساسية الرئيسية للمصلى للرجال وهي 8000 قدم مربع وتتسع على الأقل بين 1000 إلى 1200 مصلى خلفي أعزائي كما تشاهدون هو المكتب الرئيسي للمسجد ونحن الآن في القاعة الثانوية للرجال كما ذكرت سيكون فيها بعض الطاولات والكراسي للجلوس والتباحث بين الرجال إن شاء الله وأيضا تستسع إلى أكثر من 500 مصلى إذا احتجنا أن نستعمل هذه المنطقة للصلى إخواني وأخواتي هذا هو المصعد وهذا هو الدرج للطابق الثاني وهو خلفي كما ترون إخواني الكرام وأخواتي هي مكاتب جامعة مشكا وهذه القاعة الرئيسية في الطابق الثاني ولها عدة استخدامات طبعا هذه القاعة أكبر من القاعة الرئيسية الموجودة في الطابق الأول وتتسع إلى على الأقل 1200 إلى 1500 مصلي على يساري هي المكتبة الإسلامية إن شاء الله وهي معدة مخصصا للطلاب العلم الإسلامي والشريعة وغيرها من هذه الأمور وأيضا وراها مكتب آخر للجامعة وهو زي مكتب لعقود الاجتماعات ومكاتب أخرى للمسجد هذا هو ملعب كرة القدم وأيضا هو اجتماع لعدة أمور تحدث هنا في هذه المدينة مثل الروديو وغيرها من هذه النشاطات فموقع المسجد موقع استراتيجي جدا جدا كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي وهو أكبر مركز طبي في العالم فموقع المسجد موقع استراتيجي وهم جدا أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى موسيقى 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 شكرا